بدأ الانسحاب أم لم يبدأ؟ سؤال لا في الحال ولا في الزمان بل عن تيه التصريحات بالأمس خرج سعد الحديث المتحدث باسم حكومة العبادي مؤكداً أن القوات الأمريكية المنتشرة في طول البلاد وعرضها قد شرعت بالانسحاب ليأت الرد الأمريكي سريعاً عبر متحدث آخر لكن باسم البنتاجون نافياً ما أشاعه لحدث جملة وتفصيلة إيريك باهون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط قال إن واشنطن لا تنوي سحب أي جندي أمريكي من العراق على المدى القريب لافتاً إلى أن عدد قواته قد يرتفع أو ينخفض وفق ما يراه البنتاجون هذا حديث عن أرض عراقية وليست أمريكية وبغض النظر عن حديث باهون الذي لا يملك أي لياقة سياسية فسياق الكلام وطريقة إلقائه عوضاً عن التوقيت تضحض كل ما يقال في الشاشات من حديث عن السيادة فالانسحاب أو التواجد من عدمهما ليس لحكومة العباد من أمرهما نصيب في المقابل توقيت أعلان الحكومة يوحي بمآرب سياسية لأسيما مع دنو موعد الانتخابات ويبدو أنها وجدت ضالتها بدعاية الانسحاب المزعوم فواشنطن ترسم لتواجد طويل الأمد بالعراق من خلال إنشاء مزيد من القواعد العسكرية يردها البعض إلى الاستحواذ الإيرانية على الميدان فعادت الولايات المتحدة لتنازعها على الأرض بعد أن تسيدت الأجواء لسيما وأن هناك قواعد أخرى استخباراتية تنتشر على شكل شركات أمنية هذا فضلاً عن فرق خاصة تتدخل عند عجز القوات الحكومية كما حدث في الموصل ولعل أحاديث الانسحاب من عدمه لم تعد تحدث فرقاً يذكر على الواقع لكن استمرار المسلك السياسي المعاند للمنطق يوحي بأن المستقبل لن يكون أقل عتمة من الماضي ترجمة نانسي قنقر